وما هي جنوب أفريا؟ بدك تعرف تعيش مع الآخر نحن وجنوب أفريا عم نعطي مثال وقضوة للعالمين بكل أسف بغير بالدين بعدهم هلأ إن كان بأوروبا أو بأفريا أو بشر الأقصى أو بمتحدة بكل هات ما عم يعرفوا تعيش مع الآخر لذلك نحن باتهمنا كثير يعني هالحيات بجنوب أفريا نحن بهمنا ومش بس نحن المسلمين بهمهم إنهم ضمنا الحافظين نحن على هالتوازن بلبنان لبنان برابور المهمة مش لبنان بكل صراحة كل ناس بيعترفوا فيها ولأن لبنان الرسالة لا يمكن أن يستمر من دون التوازن بين جناحيه المسلم والمسيحي تحص المؤسس الماروني للانتشار اللبنانيين المنتشرين على تسجيل قيود في السفرات وتعمل على مساعدة المتحدرين من أصل لبناني على استعادة جنسيتهم المؤسسة استمزجت واستخرجت من الداتة الموجودة عندها 782 اسم هاجروا من لبنان إلى جنوب أفريقيا اختاروا الجنسية اللبنانية ولكن الدولة اللبنانية لم تبلغن أنه صاروا لبنانيين ومات قسم كبير منهم وهم مش عارفين أنهم لبنانية والمتحدرين منهم وهم اختاروا وقدر عددهم بين 14 و 18 ألف كمان بيجهلوا أنهم لهم حق بالجنسية اللبنانية لأنهم أباهم وأجدادهم هن لبنانيين المؤسسة ستفتتح مكتب في أفريقيا الجنوبية للعمل مع السفارة والكنيسة المارونية على تسهيل استعادة المتحدرين لجنسيتهم اللبنانية الأسماء هذه ستكون مدرجة على المواقع الإلكترونية للسفارة والكنيسة مع اسم البلدة ورقم سجل كل شخص مهمة المكتب مساعدتهم على حصول على أوراق ثبتية من جنوب أفريقيا توجيهها للبنان عبر الأنصليين ورداً على بعض التساؤلات والمخاوف تؤكد المؤسسة لبنان العيش بجنوب أفريقيا يعرف أنه استعادة جنسية اللبنانية لا تحرموه من جنسية بلد المضيار تسجيل مجاني بكافة مراحل خدمة العسكرية التغت نهائية من لبنان هذه كانت كثير من المختاربين كانوا يخافوا يسجلوا أولادهم حتى ما يضطروا يعملوا تجنيد إجباري جنسية اللبنانية تعطي حقوق عديدة لأصحاب العلاقة مننا حق المشاركة بالحياة السياسية حق الاقتراع، حق التملك، حق العمل، حق الاستفادة كمان من الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبين الدول العربية الأخرى حتى يسترجع ممتلكاته بلبنان لازم يكون لبناني حتى ينعفى من الرسوم يعني ما في خسارة من استعادة الجنسية اللبنانية خاصة أنه ما بتأثير على جنسية بلدي كانتو